خلونا برضو نروح لنقطة تانية ولما بنتكلم على المونديال ليه طبعا أكتر من شق بنروح له ولكن بقى فيه حتة ليه علاقة بحلم أن انت تكون بتشارك في المونديال كل اللعيبة مع أي منتخب تتمنى أن هي تكون بتشارك مع منتخبات بلادها في كاس العالم ولكن كل لعب ليه قصة فيه لعبين الدنيا مؤهلة متيسرة أنت تكون ضمن حسابات المدير الفني وفيه لعيبة أصلا ما كانتش متيسرة أنت تكون بتلعب كرة من الأساس الحقيقة تصدر مبارح مواقع التواصل الاجتماعي تويتا لأنفونسو ديفيز واحد من النجوم فريق باير ميونيخ واللي تم استدعائه للمشاركة في كاس العالم مع منتخب بلاده والمنتخب الكندي عبر عن سعادة كبيرة جدا أنه هو هيكون بيشارك في المونديال لأول مرة هو من موليد 2000 عنده 22 سنة وتكلم في التويتا وقال من طفل ولد فيه مخيم للاجئين لم يكن من المفترض أن ينجح لكن ها أنا أذهب إلى كاس العالم لا تدع أحد يخبرك أن أحلامك جير واقعية حافظ على حلمك واستمر في الإنجاز لو حد بقى حاب يتابع إيه قصة ديفيز وإزاي يوصل لكاس العالم وإيه موضوع أنه كان من اللاجئين حاجة ملهمة جدا حاجة ملهمة قصة اللعب هو من ليبيريا يعني والده والدته من ليبيريا وحصل حرب أهلية فانتقلوا بقى عايش في مخيمات اللاجئين في جانا وبعد كده طبعا أنتوا قادرين تتخيلوا شكل الحياة دي يكون عامل إزاي فأنه هو يكون بيفتكر أنه من 15 سنة كان وضع عامل إزاي ودلوقتي هو فين وبيعمل إيه فكامل الإحترام ليه وبنشكره أنه هو بيفكر الناس من الزاوية دي أن الناس عمرها ما تستسلم لفقرة أن أنت الدنيا مش ماشي أسهل حاجة لا يمش ماشي أسهل حاجة كده كده مع كل الناس ومنهم ناس دلوقتي نكحين جدا بنحتاج أن هم يفكرون بقصة الكفاح علشان نبقى عارفين أن ما فيش حاجة بتيجي بالسهل فكامل التقدير ليه وإن شاء الله يكون بيقدم مباريات مميزة مع منتخب بلادهم